بعد تسجيل وتعديل الفيديو تأتي آخر مرحلة من مراحل إعداد فيديو لليوتيوب وهي رفع هذا الفيديو وهذا المرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة الأخرى السابقة ولازم تقوم بها بشكل جيد لأنه إذا ما هتم يشبه كفاية الفيديو هذا رح يصل ناقص لمشاهدين تاك كما رح نشوفوا ذركها وأيضا رح نديروا تجربة عملية ونقوموا برفع فيديو مع بعض من خلال الهاتف فقط ونشوفوا ما هي أهم ثلاث أشياء يجب أن تركزوا لهم في عملية رفع فيديو على اليوتيوب سواء بالهاتف أو بالحاسوب بيش تتحصلوا على مشاهدات أكثر أبقوا معايا سلام عليكم وخواتي إن شاء الله كما تكونوا بالألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديد معكم سي في الله رابطي وقبل ما نبدأ بالنسبة للمسابقة لإدرتها الأسبوع السابق رح تظهر صور الفائزين على الشاشة الآن مبروك عليكم كما أعدكم رح نصمم لكم صورات غيلة في القناتكم على اليوتيوب بنفسي مع ليكم غير تختار الصورة والعبارات اللي حبيني نستعملها في عملية التصميم وترشلوهم لي على حسابي في الإنستغرام سيبوا الرابط التاعول تحت في صندوق الوصف وراح نصممهم ونشاركهم على حسابي في الإنستغرام وربما ندير لكم عليهم فيديو في اليوتيوب كيفاش كنت نصمم فيهم ونشارك فيها معاكم طرق متقدمة أكثر في تصميم صورة غيلة في القناة اليوتيوب إذا عجبتكم هذه الفكرة وحبيني ندير لكم فيديو من هذا النوع اللي هو الجزء الثاني نتعى الفيديو سابق ما لكم غير تكتبوا لي في الكومنتر خوتي رح نكون مساعد بإعداد هذا الفيديو وما تنسوش أيضا تتابعوني على حسابي في الإنستغرام باش تشوفوا هذا الصور اللي رح نصممهم لهذا الشخصين الفائزين أما اللي حاب يسمون صورة غيلة في بنفسه مع اللي غير يروح يشاهد الفيديو سابق اللي درتو واللي شاركت فيه معاكم بعض الأمور الأساسية اللي لازم تراعيها في تسميم صورة غيلة في خاصة بك باستعمال فوتوشوب رح نخلي لكم رابطة تعوي في صندوق الوصف فرح يظهر لكم هنا في حرف الآي الفوق المهم خوتي رجعوا لموضوع التعناو أول خطوة لازم تقوموا بها عند رفع فيديو على اليوتيوب هي رفع هذا الفيديو المهم خوتي أول حاجة تدخلوا تطبيق اليوتيوب وبعدما تدخلوا تطبيق اليوتيوب أي قناة رفع الفيديو بين أخوتي تسيبوها في الأعلى يخرج لكم الفيديو هاتفاكم اختاروا الفيديو اللي رأكم حابين ديروا له التحميل ويظهر لكم هذا القائم عمرو هنا هي المعلومات الأساسية تعدى الفيديو مثلا ألوان تعدى الفيديو مثلا ثالث نصائح لتقليل اهتزاز الفيديو هاتفا بعدما تكتبوا العنوان تروحوا تزيدوا تكتبوا الديسكريبسيون ولا الوصف نتاع الفيديو نتاعكم اه نايا الوصف عندي هذا المقطع دايما نستعملو لهذا راني داي لو كوبي درت لو كولي ودرك نضيف الجزء الآخر وكي ما راكم تشوفون الفيديو تاعي دايما نخليها بريفي حتى نكمل كامل تعديلات باش نديروا بوبليك لأنه كان بعض تعديلات تندير قبل ما يتحمل الفيديو كان بعض تعديلات الأخرى تندير بعد تحمل الفيديو ونضغطوا على ميزون لين كي ما راكم تشوفوا ذركايا اليوتيوب راهو يدير في المعالجة للفيديو تاعكم معالجة سريعة ما تخش بزاف وقت تنتظروا لحظة فقط فوالا وبعدما تنتهي المعالجة يبدأ في رفع الفيديو فوالا وبعدما تنتهي عملية معالجة الفيديو ويبدأ في التحميل لازم نروحوا لتطبيق يوتيوب استوديو باش نكملوا نحطوا باقي المعلومات للفيديو تاعنا وأهم هذه المعلومات اللي راح نحطوها ذركا في هذا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة رفع الفيديو هي الكلمات المفتاحية والصورة المسغرة المعلومات الأخرى والإضافات الأخرى اللي نحطوها على الفيديو تاعنا راح تتم بعد ما تكتمل عملية تحميل الفيديو إذن خوتي راحوا لتطبيق يوتيوب استوديو فوالا خوتي وبعدما ندخلوا لتطبيق يوتيوب استوديو ن произошل هذا الاجهة بحث على أي ق الفيديو الذي حابنا نديره للتعديل هذا هو الفيديو التاعنا، هذا كله هو الذي خرجنا هذا هام ثلاث نصائح لتقليل اهتزاز الفيديو نضغط على علامة القيام والعلامة التعديل الذي جاء في الأعلى هنا نستطيع إسم إص colocافها PAN في كالأعلى كيف تروننا وحاجة التعديل الائفة ile في الامر لا يقولوا لعلم التعديل باش نضيف الصورة المصغرة تعنا نقدروا نضيفوا الفيديو تعنا القائمة تشغيل مثلا قائم تشغيلة معاكم هنا تقدروا تعودوا وتعدلوا العنوان تع الفيديو للديسكريبسيون تع الفيديو و هنا في الاخير تقدروا تديروا الكلمات المفتاحية للفيديو تعكم وهما الحاجة اللي كيباحثوا عليها للأشخاص الأخرى الفيديو تعكم يخرج لهم مثلا بالنسبة للفيديو التاعنا الكلمة المفتاحية نصائح مهمة لتصوير الفيديوهات مثلا وتقدروا تضيف العديد من الكلمة المفتاحية عندكم حتى الـ 500 تنحرف ولا نضغط نكمل نضيف باقي الكلمة المفتاحية نضغط نضيف الصورة المسغرة نضغط على مثل قلم كما قلت لكم ونضغط على إضافة صورة التاح نختاروا الصورة التاعنا أنا يدرك هذا الصورة ننذيرها ونكمل نعدلها ونبدلها تضغطو له سيليكسوني وتضغطو له انغيجيستي كي تكملوا نضيف كامل تعديلات تعكم وضيفوا كامل معلومات للفيديو التاعكم وفوالا خوتي وهكى رايز تحفظت الشتائلات اللي يدرن والما تكتمل عملية التحميل رح ننشوفها في المرحلة القادمة وفوالا خوتي وهكى نكون انتهينا من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة رفع الفيديو على اليوتيوب قبل ما رحوا لمرحل الامر yht Franc هيا حاب نشفر انتباهكم shameless debesit اكم تشوفوا هذا الربع اشياء اللي هما الصورة المصغرة الوصف والكلمات المفتاحية والعنوان تعل فيديو هذو هما اهم حاجة تعاون الفيديو تاك باش يظهر عند بزاف ناس وبالتالي راح تجي مشاهدة اكثر المهم مش راح نتحطو على ذا الموضوع بالتفصيل ماشي الموضوع تعل فيديو تاعنا اذا حبي ندي لكم فيديو نتحطو فيه على هذا الاربع اشياء بالتفصيل ما عليكم غير توصلوا هذا الفيديو لعشر لايكات ولا تكتبوا لي في قسم التعليقات والخطوة الثانية في رفع فيديو على اليوتيوب هي اضافة شاشات النهاية ومن خلال اسم التحى باين انها تستعمل فقط في نهاية هذا الفيديو واذا حابين تشوفوا مثال عليها انتظروا لنهاية هذا الفيديو ورح تشوفوا شاشات النهاية اللي راني محضرهم لكم المهم شاشات النهاية هذا خوتي ايضا حاجة مهمة بزات وتساعدك في الحصول على مشاهدة اكثر لانك بهذا الطريقة راح توجه المشاهدين الحاليين الفيديو تاعك باش يشاهدوا الفيديوهات السابقة وباش تضيفوا شاشات النهاية معليكم غير ترحوا لتطبيق جوجل كروم لانه ما تقدروا ش تضيفوهم في يوتيوب ستوديو لازم ترحوا لجوجل كروم اذا كنت تدخلوا لتطبيق جوجل كروم اضغطوا لليوتيوب ثم اضغطوا على الثلسة القاتل اللي راههم في اعلى اليامين واختاروا version.ordinator وانتظروا تتحمل هذا الصفحة معاكم ثم اضغطوا على صورة القناة اللي راهي في اعلى اليسار كما راح تشوفوا ذركها يا خوتي ثم اضغطوا على ستوديو اليوتيوب بعدما اضغطوا على الصورة اضغطوا على ستوديو اليوتيوب يخرج لكم يوتيوب ستوديو ولكن بنسخة الحاسوب كما راح تشوفوا هنا يطرحوا تضغطوا على الفيديوهات يخرج لكم كمال الفيديوهات بتاعكم احنا الفيديو اللي يدرنا له تحميل بعدها قليلاه هو هو الاول كما راح تشوفوا عدت له فيه في العنوان تاعه عدت له فيه صورة الغيلاف وضفت له تضغطوا عليه وتضغطوا على علامة القلم والتعديل كالعادة تخرج لكم هذا الواجهة وهنا راح نديروا كل التعديلات الأخرى اللي قلت لكم نديرها بعد ما يكتامل عملية تحميل الفيديو ما راكم تشوفوهنا في الياسر نقدر ننظيفه شاشات النهاية والبطاقات اللي هم المرحلة الثانية والثالثة من مراحل رفع الفيديو اللي راح نشوفوهم في هذا الفيديو إن شاء الله إذن نضغط على شاشات النهاية باش ننظيفوهم تخرج لنا هذا الصفحة اللي راكم تشوفو فيها على اليامين كين قوالب تقدروا تستعملهم مثلا دائرة الاشتراك في القناة ولا آخر فيديو درت له تحميل ولا الفيديو المناسب للمشاهد أنا كماراكم تشوفوا القالب اللي رافعه على اليامين هو القالب اللي نستعمله لهذا دائما نظهر له ثم نضغط عليه كماراكم تشوفونا دائرة الاشتراك مع آخر فيديو درت له تحميل مع الفيديو المناسب للمشاهد ودائر المدة تحتهم 10 ثواني هي على الأغلب تكون 20 ثانية هذا تفضيل شخصية تقدروا تدير لهم التعديل لتحبوه تومة وتقدروا تديروا الفيديو الأفضل لمشاهدوا لاختيار فيديو وما يمتقدروا تحدوا الحاجة اللي تحبوها انتوما وبعد ما تكملوا تضيفوا شاشة نهاية اللي نسبوكم تروحوا تضغطوا على حفظ ايوالا هكارا نظفنا شاشة نهاية إضافة شبه مفيدة صح؟ ذكروا رح نشوفوا إضافة أخرى في الخطوة الثالثة اللي لازم تقوموا بها على الفيديو التعكم وهي إضافة البطاقات والبطاقات هما نفس هذه الأشياء اللي تظهر لكم هنا في حرف الآي الفوق كما قلت لكم دورك يضغطوا على هذاك الفيديو ما تنسلش تضغطوا عليه وما تقدرش تضيفوا لهم فيديو فقط تقدروا تديروا فيديو أو قائمة تشغيل ولا تديروا تصويت ولا تديروا أي حاجة فيهم والفرق بينتهم وبين شاشات النهاية هو أن هذه البطاقات تستعمل خلال أي نقطة من الفيديو أما شاشات النهاية تستعمل في نهاية الفيديو فقط والهدف منها هو النفس الهدف انتاع شاشات النهاية اللي هو توجيه المشاهدين الحاليين لمشاهدة الفيديوهات السابقة وباش تضيفوا بطاقات الفيديو نتاعكم ما عليكم غير تروحوا لتطبق جوجل كروم وفي نفس الواجهة نضغط على البطاقات تفتح معنا نافذة جديدة خوتي كما راكم تشوفون مخصصة لوضع البطاقات تقدروا تضيفوا على أكثر خمس بطاقات في كل فيديو دروا كالفيديو خرج على يمين والتحت شارية التايم لاين كما راكم تشوفوا تقدروا تشغلوا الفيديو تاكم باش تعرفوا وين راح تضيفوا البطاقات تاكم بالضبط أنا راني عارف وراني حاب نضيفها في الدقيقة الخامسة والعشر ثواني لأني شاهد هذا الفيديو ودخلها تحديد مقبل نضغط على إضافة بطاقة ذركيا وكما راكم تشوفون نقدر نضيف فيديو أو قائمة تشغيل ولا قاناة تاوحد صديقي ولا قاناتي ولا ندير استطاع رأي نضغط على إضافة فيديو كما راكم تشوفون أخوتي كان الفيديوهات وكان قائمة تشغيل أنا حاني حاب نختار هذا الفيديو مثلا وإذا ما صبتوش الفيديو اللي راكم حاب نضيفه هنا تقدروا تضيفوا الرابط التاعه في هذا الشاريط ورح يظهر مباشرة بعدما تختار الفيديو اضغط على إضافة وكما راكم تشوفون را أنشأنا أول بطاقة في الفيديو وراني إذا تضيفت العديد من البطاقات الأخرى وكي تكملوا تضيفوا كل البطاقات اللي راكم حابينهم راحوا أقف لهذا النافذة وببساطة هكي تكونوا تضيفتوا البطاقات للفيديو تاكم بنجاح ايه فلا خوتي هذا هو أهم ثلاث خطوات لازم تقوموا بهم في مرحلة رفع فيديو على اليوتيوب باش الفيديو التاعكم يترفع بالطريقة الصحيحة ويجيب لكم المشاهدات اللي راكم تحوسوا عليهم نتمنى تكونوا استفتوا من هذا الفيديو ولو بالقليل خوتي نتمنى تكونوا استمتحتوا أيضا إذا حابين شوفوني ينقدم في محتوى أكثر ما عليكم غير يديروا إعجاب لهذا الفيديو لأنه الإعجاب يعتبر حافيز قبلية بشنقدم لكم المزيد اشتركوا في القناة إذا مشاكم مشتركين فعلوا بجرس التنبيهات باش يصلكم كل فيديو جديد خوتي تحية كبيرة لكل شخص يصل لهذا النقطة من الفيديو نشكركم على المشاهدة ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله متنسوا اشتر الضغط على شاشة النهاية